مجاهدين في سياق متصلاً قال رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو إن بلاده وروسيا ستنشران قوة عمل عسكرية مشتركة رداً على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد حسب ما أفادت وكالة أنباء حكومية اليوم ولم يحدد لوكاشينكو مواقع انتشار القوات لكنه قال إن الدولتين ستنشران عدة مجموعة عسكرية إقليمية وإنهما بدأت في جمع القوات قبل يومين فيما اتهم رئيس بيلاروسيا أوكرانيا بتحضير لشن هجوم على بلاده